أثار مراقبون تساؤلات عن الدوافع الحقيقية وراء إصدار أوامر جلب واعتقال بحق مسؤولين في الحكومة العراقية السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي في قضية اختلاس 2.5 مليار دولار بتهم تتعلق بقضية سرقة الأمانات الضريبية وما يعرف محليا بسرقة القرن يأتي ذلك فيما أشار مراقبون ومحللون إلى أن اتفاقات وضغوطا سياسية أفضت إلى المضي بهذا المسار في إطار تصفية الحسابات مع الكاظمي وفريقها الذين عرفوا بمعاداتهم للميليشيات الموالية لإيران وهجم وزير المالية العراقي السابق عبد الأمير علاوي حكومة السودان معتبرا أنها تخدع العراقيين وتصرف النظر عن الفساد العارم بين الطبقة السياسية وسوء إدارة وإهمال نتابع موسيقى 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 شاهدين للمزيد ورحب بضيفي هنا في الاستوديو سيد عمار سوادة الكاتب الإعلامي العراقي ورحب بك سيد عمار إذن إصدار أوامر لأعتقال أربعة من كبار المسؤولين في الحكومة العراقية سابقة قراءتك في ذلك مرحبا بك ومشاهدين الكرام أنا أعتقد بأننا نتحدث على مستويا في هذا الصدد أولا هذه العمل ما حدث بما يسمى في العراق بصفقة القرن هو أمر حقيقي لا يمكن الشك فيه أو يبدو حقيقيا بناء على المؤشرات سرقة القرن تقصيد تسمى سرقة القرن طبعا أنت تقصد كلمة صفقة القرن هي كانت صفقة ضمن نهايات فترة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي لكن إثارة هذا الملف الآن هو الذي يثير التساؤلات له هذا الملف كان موجود منذ نهايات فترة الكاظمي لماذا الآن بدأت تتحرك والمعطيات كانت متوفرة لماذا الآن صدرت أوامر القبض بعدما غادر أغلب هؤلاء العراق الأربعة الذين صدرت بحقهم أوامر بإلقاء القبض أنا لا أعرف مدى تورط هؤلاء الأربعة في هذا الموضوع لكن الحادثة قد جرت وحدثت هناك صفقة معينة لتمريرات معينة أخرج أحد المعتقلين من السجن في وقتها إثارة هذا الموضوع يأتي في إطار بالتأكيد في إطار تصفية الحسابات بين عهدين أنت شوشتني الآن أنت تصر على اعتبارها صفقة وليست سرقة ما الذي جرى؟ هل يعقل 2.5 مليار دولار مقابل إطلاق صراح شخص في السجن؟ الأمر ليس كذلك هي بمثابة المعطيات التي تشير إلى أنها عملية توافق بين رئيس الوزراء السابق وبعض مسؤولي الدولة في إطار تبادل خدمات أو ما يجرى عليه اليوم ما يسمى بإطلاق صراح بعض المعتقلين إطلاق صراح أحد المعتقلين في وقتها لم يأتي بناء على الصفقة هو جاء نتيجة لصفقة حقيقية هو السكوت عن الموضوع حتى أمد معين ما حدث نحن عندما نتحدث عن قضية سرقة مليارين ونصف فنحن لا نتحدث عن الحكومة نحن نتحدث عن القضاء أمر القبض جاء من القضاء الحكومة تتغير أو كان تصريف أعمال أو لم تكن القضاء هو المسؤول عن هذا الموضوع ما الذي أخر هذا الموضوع إلى هذه اللحظة ولماذا يثار الآن أثير الآن بعد جملة من التعديلات على مستوى المؤسسات الأمنية عديد من المؤسسات الأمنية تغيرت أتي بأشخاصهم بالأساس موالون للحشد موالون لفصائل مليشيوية داخل الحشد الحشد الولائي تحديداً الموالي لإيران الآن حدثت هذه العملية هؤلاء جميعاً غادروا ربما يقدم أحدهم أو أثنان منهم كبش فداء لكن بالمحصلة إثارة هذا الموضوع الآن وليس سابقاً رغم أن الموضوع قضائي وليس الحكومة الحكومة لا تصدر أمر بإلقاء القبض يفترض القضاء هو من يصدر هذا يثير تساؤلات ويعطيها صفة صفقة أكثر ما يعطيها بعد أن كانت هي يطلق عليها سرقة هذا يدعو للتساؤل حول أيضاً نزاهة القضاء أو حيادية القضاء إذا صح التعبير إلى أي مدى هناك خشية من أن يكون يعني جزء من تصفية الحسابات بين القوة وأنت معلومة مهمة ذكرتها بأنه جاءت هذه الأوامر بإلقاء القبض بعد تغيير قيادات في القوى الأمنية نعم أولاً أنا لا أستطيع أن أطعم بنزاهة القضاء أو لا أطعم الموضوع بالنهاية هذا رهم بالمختصين لكن كثير من خطوات القضاء مثيرة للشكوك ومثيرة للأسئلة لم يتحرك القضاء في كثير من الملفات لم يتحرك بتاتاً تجاه قضايا عديدة الآن تحرك لا توجد سلطة سلطة القيادات الأمنية التي يفترض كانت حامية لبعض شخصيات حكومة الكاظم الآن اختفت هناك سلطة جديدة والله أعلم ما هي الخطوات المقبلة بالنهاية لا أشك بأن هذه السرقة أو هذا الفساد أو هذه الحادثة تستدعي وقوف قضاء حقيقي لكن هل هي الحادثة الوحيدة التي تستدعي هذا؟ هذا مثير للأسئلة تأخرها إلى هذا الوقت مثير للأسئلة خصوصاً أننا نتحدث أن هذه الحادثة جاءت بعد أسبوع أو أقل من أسبوع أو أكثر من أسبوع على حكم محكمة التمييز ببطلان حكم الإعدام بحق قاتل أو المدام بقتل هشام الهاشمي الزميل والصديق هل هذا كله ضمن صفقة واحدة؟ التغييرات الأمنية من جهة؟ أو أمر القبض بحق هؤلاء من جهة أخرى؟ نقض حكم الإعدام أنا ضد حكم الإعدام بالمبدأ لكن بالنهاية هذا حكم بناء على القضاء العراقي عندما ينقض بهذه الطريقة هناك أسئلة كبيرة حول أين تتجه مؤسسات الدولة العراقية بين قوسين لكلمة دولة في هذا الصدد يبدو أنها تتجه إلى مناطق خطيرة ونحن نتحدث هنا الآن هناك خلاف عميق جداً بين المالكي من جهة والعصائب من جهة أخرى وهذا الخلاف الآن أحد مظاهرة هو قضية الانتخابات المحلية المالك يريدها ويصر عليها لأنه يدرك أنه سيحصل على نتاء جيدة فيها خصوصاً في ظل غياب الصدريين والعصائب لا تريدها لأن تدرك العصائب حجمها في الشارع محدود جداً وما حصلت عليه بفضل انسحاب النواب الصدريين الآن التأثير الأكبر داخل المنظومة السياسية هو للعصائب وليس لمالك وخضوع السوداني للعصائب يثير أسئلة كثيرة جداً بشأن أين يتجه هذا الرجل وأين يتجههم القضاء العراقي طيب ولكن السؤال الأهم ربما سيد عمار هو القوى التي كانت تشكل الحكومة السابقة القوى ذاتها هي التي تشكل الحكومة الحالية وبالتالي فاسد يريد أن يحاسب فاسد كيف يمكن أن نصل إلى دولة القانون والدولة الرشيدة إذا صح التابير طبعاً هو هذا التصريح علي عبد الأمير علاوي وزير البالية السابق بالنهاية الرجل هناك كثير من الشهادات بأنه كفو لكن هل هو نزيه؟ هذه لا يمكن البت بها والآن هو متهم في هذه القضية قضية سرقة القرن كما تسمى في العراق أو قضية صفقة القرن أن محمد الشاع السوداني هو جزء لا يتجزأ من منظومة النهب في العراق فبالنهاية عندما طبعاً هناك كثير من التنزيه للرجل شخصياً لكن محمد الشاع السوداني موجود ضمن إرادة قوى سياسية متهمة اتهاماً إعلامياً وخلفها قضايا قضائية بالفساد كيف تتصرف كيف تتعامل هذه القوى بهذه الطريقة هذا يأتي ضمن تصفية الحسابات بالتأكيد لا يمكن لا يمكن السكوت عما جرى في زمن الكاظرمي الرجل فشل الرجل خيب الآمال الرجل حدثت في زمنه هذه الكارثة لكن هل هذا يكفي؟ لا بالتأكيد عندما نتحدث عن تحرك قضائي معين وجميع جميع السياسيين متهمون بقضايا ذات صلة بفساد فلا بد أن تفتح الملفات كافة أن يفتح ملف بعد سنة ونص من انتهاء عهد هذا فيه إشكاليات كثيرة أشكرك جزيلاً سيد عمار سواد الكاتب والإعلامي العراقي على حضورك بنا كمان أشكركم مشاهدينا على حسن متابعاً أرقاكم بخير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر